موسيقى المسيحية يعني شو بيكون ردة فعلك لما بتسمع عن مسلمين بيتركوا الإسلام فعلا لكن بيصيروا مش مسيحية مؤمنين حقيين بيصيروا مسيحيين اسميين بحثا عن الحرية فهل يعني هل التغيير هو رخصة يعني لحياة مستهتر فيها استهتر الحياة المسيحية مش حياة مستهترة بالعكس لو احنا منفكر في الحياة الحياة الإسلامية المتزمتة اللي فيها حجاب وفيها تحريم للخمر وفيها 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 قيود في الحياة الحياة المسيحية مش كده المسيحية مش بتعالج الأمور الخارجية بس بابو لك أنا أترك الإسلام عشان يعني عيش شوي بحر ما هي دي المشكلة أنه هو شايف سلوكيات البشر يعني سلوكيات الناس هي اللي بيقيم عليها المسيحية المسيحية لا تقيم على سلوكيات بشر مجموعة من أو مجتمع سلوكيات مجتمعية يعني مش أوروبا هم الناس المسيحيين والسعودية هم الناس المسلمين مثلا ليه لأن ما ينفعش المسيحية مش ديانة الإسلام دين ممكن أنا أقيم سلوكيات المسلمين اللي عايشين في بلد بتدعي اسمها أن هي بلد إسلامية أو بيدعوها ببلد إسلامية وما ينفعش أن أنا أعمل نفس الميزان ده في المسيحية ليه لأن المسيحية مش بطاقة مش جواز صفر لا وعلى العكس يعني أنه ما فيش إشي اسمه بلدان مسيحية في بلد بلدان علمانية لكن اتأسست على قوانين ومبادئ يهودية مسيحية من الكتاب المقدس لكن للأسف أصحابها تركوها بل بالعكس يعني أنا بشوف أنه في أستراليا في أمريكا في كندا في أوروبا عندهم تعاطف مع الإسلام أكتر من المؤمن الحقيقي يعني غريب أنه حتى إذا شخص مسيحي حقيقي في بلد غربي اللي فيها الحرية بيواجه صعوبات مثل المسلم يقولك أنا أقلية أنا بروح بصلي في المدرسة لازم يكون في مكان صلاة والإمام يجي لو واحد مؤمن حقيقي قال نفس الكلام يعتبر أنه يعني عم بينشر الكراهية أو ضد المجتمع فعم بشوف تعاطف حتى الغرب مع الإسلام وهذا بقودنا لآخر الأيام أنه العالم كله وضع في نظام واحد في النهاية يعني فيه طبعا فيه ناس إسلام بتركوا الإسلام بيرحوا للإلحاد اليوم ما منقدرش نمكن فيه عشرات الملايين المسلمين اللي تركوا الإسلام لكن التجعوا للإلحاد مش بالضروري أنه صاروا مسيحيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر